السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف ازاي نرسم الحوايد في برنامج الريبت او نقول نمزجة بلاش كنت نرسم وخليها النمزجة. طيب دلوقتي هنروح هنا للول هلاقي عندي كذا اختيار. هلاقي والاركتكتشر ولا ناخد واحدة واحدة اركتكتشر وستروكشور. الفرق بينهم ان انت هتحط التسليح في الستروكشور. ده الفرق الاساسي. والاركتكتشر هتلاقي بدأ اديك الادوات. لو رحت برضو الول استروكشور هتلاقي تقريبا نفس الادوات. الفكرة بقى ان انت هنا هتعمل انابول نالاتيك موديل وهيبقى استروكشور او لا. طيب خلينا نقول له احنا عايزين دلوقتي والاركتكتشر حسب الحاجة اللي انت عايزة. بيديك بعض الادوات اللي انت ترسم. اول حاجة. انت ترسم line. هتترسم حيطة بشكل دوت. طيب. دي هنرسم حيطة. وهنا بيقول اللي عايز ترسم الحيطة دي. لفوق ولا لتحت. يعني ممكن تقول له دي بس. دي بس يقولك لأ خلي بالك ان انت مش هنفع كدارة انت عكسي. هتختار ايه لتحت. تختار ان انت هترسم لدور او طب من دوت. او تخليها بالسالب. طيب ممكن اقول له هاي. خليها خلي بالك. طيب ممكن اقول له خليها لحد الدور الارضي. اه. يبقى انا هرسم من البيزمنت لي الارضي. من بادروم لي الارضي. طيب. ممكن انت عرفت ان الدور اربعة المتر عشرين. اربعة متر عشرين. ايه. لو انت ماذي حتك لو كتبت الدور الارضي او كتبت اربعة متر عشرين. يعني دقclass ان انتهت انا shadows ده در الارضي. ماشي. ولو الوقت له留 بالدرрон ardı. انت د 아이enge trad to fourifique كنت. هل الاثنين زي بعض ؟ لا ماذا لان formen un ver likebs. ماذا ؟ هم ؟ هتصnamed اي دور في الجراوند. تمام؟ طيب انا عندي دلوقتي عايز اشوف الحوايط بس بش عايز اشوف الكولوم. اقوله في في. واروح داخل على الاستراكشور كولوم. اللي نحن نعملها استراكشور كولوم بش اركتشور. وتقوله استراكشور كولوم. ده مثال على ان انا اخي حاجة. الاعمدة كلها اختفت. الحوايط اهيت. تمام؟ الاثنين زي بعض. بس ان لو جيت هنا. وغيرت دي خليتها اتنين متر. والتلوق انتر. الحوايط دوت مكتوب عليه ان هو يرتبط بالدور ارضي. فهيطلع معاه وينزل معاه. ده مرتبط ان هو اربعة متر عشرين. فهيثبت ويطلع مع الحياة الثلاث. طبعا تغيير المنسوب بعد ما خلصت الشغل بيعمل لك مشاب كتيرة. يعني هو هنا مش هيفرق كتير. بس لما انت خلصت شغل وحطت السيلينج وبتاع القهرى ومكانك كانت تشتغل بقى بقى بقى. لما تعمل في حاجة ممكن تضرب منك. فخلي بالك. يعني حاول تسبك الدور ديت. ولو عدلت تشوف الرسائل. ما تهملش اي رسالة خطأ تجي لك. يعني ممكن تعمل حاجة خطأ. تشوف رسالة خطأ دي معناه ايه. وتفهمها كويس. نرجع ليه البدرو. انا دلوقتي بقوله عادي ارسم وال. تمام؟ بيقول لي هتبقى لطفعة بتحكيم. اخترناه. يعني ايه. يعني انت دوات عايز لما ترسم. انت بترسم الخطة هوا. ترسمها لك نحية اليمين ولا نحية الشمال. ولا من سنتر. يعني اول واحدة اول سنتر. انا برسم من نص الحيطة. يبقى النص النحية ونص النحية. طب ده هينفع معي هنا. تعال هنجرب. هتيجي ترسم هنا. اهي. بدأت طول اطمعك في الاسناب. في بعض الحاجات ممكن ما تلوطش. تمام؟ فانت زي ما انت عايز. اللي دي الارضي. في ناس بيقول لك ايه لا انا عايزها من نص. لسبب بسيط. هنتكلم عليه لما نيجي هنا في البيك لاين. البيك لاين. بيديني ان انا اعمل حاجة. اه مثلا اجدوس على الخط هو يبدأ ارسم لي الحاجة. فلو انا مختار سنتر لاين. هجيبها لي بشكل دوت. لو انا مقلت له لا انا مش عايز سنتر لاين. انا عايزها مثلا من الفينش فيس. فيبدأ اعمل هالي كلها النحية دي. وابدأ اخلص الحيط. طيب. حصل مشكلة هنا. المشكلة ايه? ان ان انا لما جيتها ارسم الحيطة. هي في حيطة هنا مرسومة من هنا الهنا. الخط بتاع الاوتوكاد. تقريبا دوبلكيت. فالخط بتاع الاوتوكاد واخد من هنا. فاصبح فيه حتين فوق بعض. انا هعملها تهين عشان نرسلت الخطة. يقول لك ايه? هاي لايت وال افرلاب. فيه حتين فوق بعض. فخلي بالك من الحاجات دي. طب نخلي بالنا ازاي. ليه احلول كتيرة. ليه مثلا ان انت تعمل سيلكتك كده وشاف النقطة دي. درجه وال انت هتسحفل حد النقطة دي. تمام? بالشكل دوت. فهم اوتوماتيك تداماجهم مع بعض وخلهم حيطة واحد. او ان انت وانت بتعمل البيكلاين. خلينا نمسح الحيطة. ممكن نختارها مسلا من الناحية التانية. هقول له ول مثلا. وتقول له ان اعيزها مسلا من الناحية دي. تمام? نعم. فدي دي ممكن ودي ممكن. او ان انت تستخدم الادوات اللي هي بتاعة موديفواي. ان انت تبدأ تعدل على ايه الشكل انت عايزه. وهنتكلم بعد كده. خلينا نرغبية. ده كالمسال. ده هنا خط خد الخط ده كل. طيب. يبقى انا هقول له ول. وتأكد وانا برسم. من البيكلاين. وانا رجع ناخد بقية الاوامر دي تاني. اهو. ان انا برسم على الخط ده بشع الخط ده. طيب. انا هرسم هنا. طيب انا عايز خط الده والخطيل فوق بعض. تمام? هدوس تاب لحد ما يلقط الخط التن اللي تحت. التاب بيخليك تلقط الخطوط بيت الخطوط. او ممكن تجبها مثلا من هنا. هتلاقي بيكلاين اسهل واسرع معيك. طيب انا عندي هنا دي في باب. الاصل ان الحطه تكمل. وبعد كده ناخد بالنا من موضوع الباب ده. طيب انا دلوقتي ايه؟ رسمت ده ورسمت ده. ممكن تعمل select وتسحب النقط دي من هنا اللي هنا. هيبدأ حطوهم مع بعض. او control z. الافضل ان انت تستخدم الاوامر زي بوضفاي كده تخش هنا. وتقول له trim. وتاخد من الحطه دي مع الحطه دي. تمام? طيب انا عندي هنا عمود. اغلب الناس بيخلي دي تكمل مع دي. كده يبقى عندي duplicate. يبقى ما فيه حطه هنا فوس العمود وده بش صح. يبقى انا هقول له wall. w a. هقول تعفز الاختراط. وقول له ان عايز مسلا الحطه دي تبقى هنا. بالشكل زود. طيب نخش على عمر wall. هتلاقي عندك هنا امر اسمه chain. يعني يا chain يعني لما ارسم حطه وخلصها وادخف الحطه التانية. خلي الامر بيكمل معي اهو. ليسا مكمل معي. طيب لو شلت تعلمت اللي chain ديت. وبدأت هرسم. هرسم حطه وقف. وديني حرية ان انا ابدأ مكان تاني. ممكن تبدأ من النهر. او ممكن تبدأ مكان تاني براحتك. فانا الشخصين بحب chain. يعني انا هرسم خط وهو يرسمه على مسافة معينة. اهو مثلا متر. انا برسم خط وهو بيرسم الحاجة على مسافة متر من اللي انا برسمه. ليه ممكن يكون عندك حاجة مثلا عايز ترسم حدود اه ارض مثلا على حدود المبنى اللي انت رسمه. فممكن تستخدم الامر دوت. في امر اسمه radius. اللي هو ايه. الراديس اهو. انا برسم حطه. تمام. هو يعمل لي الراديس متر اوتوماتيك. تقدر تغير متر ده زي ما انت عايز. هامل هالك اركب الشكل دوت. طيب. بعد كده هنلاقي ايه. هنلاقي حاجة اسمها جوين استيفاس. يعني هل تعايز يعمل جوين ولا. خليها اهو. اهو. يبدأ يعمل جوين. طب لو شلنا العلامة ديت. تسأل له. وببدأ نرسم كده. ما 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 عملش جوين بين ده و ده. انما لو انت اقل له جوين. اول ما هيقابل حيطة تانية هيرسل. طيب. بما ان احنا اتكلمنا على الجوين. ممكن شكل جوين لما نخش بقى بحاجة فيها تفاصيل. تمام? نلاقي فيها اه خلينا ندخل هنا ونقول له فاين. فاين ده هيبدأ يجيب لي تفاصيل الحيطة. طيب انا عايز اغير حيطة ديت. وشوف حيطة يكون فيها. ده الول اكستيريون مسلا. اه زي ما انت شايف. عايزين نغير مسلا من شكل جوين دوت. فهتدخل هنا في جوين. هتلاقي حاجة اسمها والجوين. وتبدأ تختار ديت. فيبدأ اولك انا ممكن اخلي ده يكمل بالشكل ده. وده يقف. او هتلاقي عندك مسلا اشكال تانية بالشكل دوت. ده او ده. او تقول له مسلا انا عايزها بالشكل دوت. ده الاتنين يبقوا بالنص مسلا. او انا عايزها مسلا بالشكل ده. فبيديك اشكال كتيرة للجوين. او ممكن تقول له دي سأل له جوين. يبقى كل حيطة الوحدة. هلغي الحاجات اللي احنا مش محتاجينها. وبعد كده هارجع تاني اقول له انا عايز ارسم وال. اوت. ونرسم وال تاني. ونقف يعني هنرسم ونقف. نشرح شوية حاجات. هرسم مسلا الول مسلا من هنا اهي. ممكن نجمل حيطة الحد الاخر. طيب لو انا عايز اغير. خلينا نكمل حيطة دي. ومفروض انا بعد كده احنا متشغل هنقف عند الحيطة بس خلينا نكملها. طبعا؟ السبب. لو انا فرض غلطت وعملت الحيطة. وده مفروض فيه يعمل في النص. افصل ازاي? هتيجي على امرز بلت المنت. اوطع من هنا. اوطع من هنا. وتقدر تلغي الحيطة اللي في النص ديت. ودي ممكن بها تسحبها بالشكل دوت. طيب. لو انا عايز اعلم على كل الحوايط اللي موجودة في المشروع وغيرها. ممكن تعمل select كده على الحيطة منهم. وتدوس right click. وتقول له انا عايز select all instance في المشروع ككل او في الview اللي انا وقب فيه. تمام؟ طيب. هقول له مثلا في المشروع ككل. وانا انا عايز تغير نوعه مثلا لاكستيريور مثلا 30. تمام؟ طبعا بشيء ده اللي انا عايزه بس انا بوريك مثال. لو انت عايز تغير حاجة في المشروع ككل. تمام؟ ممكن تقول له مثلا دوت. نشوف الحاجة بتاعه. طيب. نرجحها. طيب ده كان concrete. نبدو بنكمل الحيطة بتاعتنا. عايز اخد ناخد نفس الحيطة. فتجي تعمل select هنا على الحيطة ديت. طول راكليك create similar. وتبدأ ترسل. طيب. هنوقف شوية. نشرح حاجة في الحوايط وبعد كدنا نتمي. طيب. لو انا في الحيطة دي. الطلب مني ان انا اعمل فتحة. يعني مطلوب مني ان انا اعمل فتحة. طيب انا لو عملت فتحة دلوقتي مش هشوفها. فانه لازم يبقى شايف زي section. تمام؟ هقول له edit profile. هيقول لي انت ميفانش ترسم هنا. انت تدعرف تتحكم فيها بشتر تحكم فيها. فخش على وجهة من الوجهات او خش في السري دي. طيب انا هقول له خش دي في الوجهة الجنوبية. خلي بالك واختار وجهتين اصد بعض. ما مش اجيب لي الوجهة ديت. ولا اجيب لي الوجهة دي. اجيب لي الوجهة الجنوبية والشمالية. اقول له open video. فبيقول لي الحيطة عندك هيت. تمام؟ عدل فيها. عدل فيها بمعنى ايه ممكن ترسم فتحة مسلا. مدان ده الشكل بتاع الحيطة. وده فتحة جوءة او شكل مغلق جوءة خلاص. هيبدأ اعمل لي دي كي انه شباك او فتحة او فتحة او زي كده. طيب انا عمل سليك تعليق ممكن تدوس على العلامة دي. العلامة دي اسمها section box. يعني هيوريني الشكل اللي احنا رسمناه في السري دي. بالشكل دوت. تقدر تحكم في الحجم بتاعها. بالشكل دوت اهون. او اقول له edit profile. edit profile دخلت في التعديل فتقدر تعدل. طيب لو انا في edit profile ورسمت خط كده. قلت له اوكي. هيقولك لا ما ينفعش. لازم شكل مغلق. error الرسالة. ما تعدش رسالة. lines must be closed loops. لازم يبقى شكل مغلق. طيب. اقول له continue. انا عايز اكمل. وتبدأ بقى مثلا ترسم ده على شكل مسلس. طيب الشكل الخليجي ده اقدر غير فيه. او اقدر غير فيه. تقدر تعمل select كده. وتقول له مثلا انا عايز اعمل قطع هنا وقطع هنا. وتقول له انا عايزها الغذية. وعايز ده يبقى مثلا على شكل الارج. فتقدر تعمله مثلا على حيطة دي بشكل. تمام? طيب. عايز تقول له لا انا خلاص عايز ارجع البروفيل زي ما كنا. هتقول له reset profile. خلاص كل التعدلات دي انت لغيرها. من architecture برضو ممكن تدخل هنا وتقول له انا عايز اعمل opening في الول. فيقولك تفضل فتختار الول وتبدأ تختار الوبنينج اللي انت عايزها. العيب التراغ ديت ان انت محكوم بشكل مربع. تمام? ما تقدرش ترسم دايرة. ما تقدرش يعني محكوم بالشكل له. طيب. ده بالنسبة لي الول. طيب. عندي حاجة هنا برضو اسمها ايه? قتاش. هنشوفها بمع بعض لما نرسم الفلور. يعني يقول له اربط لي باب الفلور. فممكن لو الفلور مثلا هنا خلاص هو هيبطل يكمل حد ما يفعل ابداية الفلور. لو الفلور تحت هنا بيرتبط بيه. عندي قتاش توب. قتاش توب. قتاش بباست. اللي فوق واللي تحت. هنا دي ديتاتش. يعني بتلغي الارتباط بالفلور. يعني هو لو مرتبط مثلا بثلاثة متر خلاص. بنرجع بالفلور وهيكمل. نرجع لي البدرور. عايزين نرسم برضو الحطة ديت. فتعمل سلكتها كده وتقول له write click وتقول له create similar. وتبدأ بقى ايه ترسمها. تمام؟ والاحسن زي ما قولنا ان انت تستخدم الامر اللي هو دوت. click line وتبدأ ترسم به الشكل دوت. اه بص في مشكلة ان احنا ما غيرناش لقليو. رجعنا لقليو وبدأنا نقول له 300. او عايز يقول له بقى تحكم في الجوين. فتقدر تقول له مثلا انا عايز والجوين. وتحدد الحطة دي. وتقول له بقى ايه انا عايز اقليو جوين وتبدأ تختار شكل الجوين اللي انت عايزه. الشكل دوت. اللي هو جوين. ممكن تعمل سلكت على الحطة نفسها. وتجي هنا تلاقي العلامة دي اسمها drag. هتبدأ تعمل لها drag مثلا هنا. او. انتوصلوا ببعض. لو انت دخلت في 3D هتلاقي الشغل بتاعك اهوت. او دخلت في 3D ليت نفسي. اه وقف على اخر حيط احنا كنا عم نختارينها. لما اخترنا الشكل دوت اللي هو سلكشن بوكس. فشيل العلامة من السلكشن بوكس دوت. هتلاقي المبنى كله ظهر معك زي ما تشايف. طيب خلينا نرجع لي البدروم اهوت. ما عايزين نرسل بقى كل الحوايط. طيب الحيط دهية خلينا ندخل في الخصائص بتاعتها. يعني دي الخصائص بتاعتها يعني هندخل هنا في ادت طيب. اللي هي عنده هنا. الاستراكشرة هوت. وده ال. رابنج ات انسيرت. رابنج ات اند. هنشوف الفكرة دي. طيب انا دوست على بربيو عشان شوفها. تقدر شوفها كسكشن او كفلور باللين. زي ما تريد. عايز ادخل هنا في ال ادت. هعدل بعض الحاجات. تمام. مسلا هنا بيقول لي دي الطبقة بتاعتي. اللي هنشغل عليها. فيه اكسترير صايد وفيه انترير صايد. ده الواجهة الخارجية بدي الواجهة داخلها. طب انا عايز ازود طبقات تانية هقول له انسيرت. وتختار بقى هل دي هتبقى مثلا فينش. تمام. وممكن تضيف طبقة كمان تخلي الفنش ده يطلع فوق. فانا عند هنا كور. تمام. يعني ده كور بتاع الحاجة. طيب ده الفنش ممكن اختار نوي كون سراميك او اي حاجة زي ما نشوف مع بعض. طيب لو انا قلت له اكي دلوقت هي. هجيب لي ساعد خطأ. ايه هي. خلي بالك ان فيه زيرو سيكنيس. ده فيه زيرو سيكنيس. طيب لو انا خليته مثلا بوينت وان مسلا او بوينت زيرو فايف مسلا. قلت له اكي. قبل الموضوع وبدأ يعمل لي الفنش في طبقة الوحدة. تمام. طيب انا عايز ادخل ادت تاني. تقدر تزود طبقات او تقدر تزود طبقة اهي مثلا. تقول له مثلا ده ده استراكشور ده سبستريد ده سيرمل ارفلو الفينش وهكذا. فتقدر كل واحدة من دول تقدر تضيف طبقات. يعني ممكن يكون عندك هكذا طبقات تقدر تضيفهم وهكذا. طيب انا مثلا هالغذية دلوقتي اقول له دليت. طيب لو انا عايز الحطة نفسها السمك بتاعها ما تغيرش هيبها هطرح من هدية. هقول له دي خليها مثلا 1.9. بحيس ان الرقم فوق هنا يتزبط معي. تمام? ودي هتبقى سيرو هم. بالشكل دهوت. فتتزبط معي الرقم بتاعي. تمام? ممكن تشوفها مثلا من السكشن هتطلع معي حاجة بالشكل دهوت. طيب في حاجة اسمها رابنج. رابنج يعني ايه يعني اللير دي تلف معي. فانا ممكن اقول له ايه لما يكون فيه انسرت انسرت يعني ايه يعني يكون فيه باب موجود. انا عايزه لما يجي عند الباب يلف معي. فتقول له مثلا اني واحد فيهم اللي يلف. ايه اف. دون تراب. ولا اكستيريور. ولا الانتيريور. ولا الاتنين مع بعض يلفوا مع الباب. الاند لما يكون الحطة واقفت. تمام? انا هقول له مثلا خلي الاكستيريور. لانده الاكستيريور فالفينيش ده هو اللي هيلف. تمام? خلينا نقول له اوكي. اوكي. تمام? ولسه قصة مخصيتش. بصة هوا. وفينة والاكستيريور راح مكمل معي وعمل رابنج هنا. طيب لو انا عندي مسلا ارتكشر وايطور انا عايز دور. حطيلي الباب في وسط الحطة هوت. تمام? وبدأ يعمل رابنج لحد هنا. لو انا عندي حطة ثانية كان ممكن يكمل. الفينيش لو فيه فينيش هنا ممكن يكمل. على فكرة في بعض الناس بتعمل حاجة مش غلط. صح برض. يعني انا ما بقولش عن حد ان هو غلط وانا صح. لا. احنا الاتن بنكتهد واحنا الاتنين ان شاء الله نكون بتطلع حاجة صحة في الاخر. لو دخلت اديت. هو صعب بيعمل ايه? بيعمل الفينيش في لير الوحدية. يعني الفينيش دي بتعمل في لاير الوحد. في حطة الوحدية يعني بيعمل ايه? بيجي هنا يقول له انا عايز ارسم حطة. بيقول له الحطة الليير دي انا شايفها كتير انا عايز اعمل حطة فينيش بسمكة صغار خلص. بيعمل دبل كيت. ويسمي دي مثلا ايه? عشرة. ويعمل الطبق دي بعنا عشرة. ممكن يخليها مثلا. زير وان. ويلغي دي خالص. دليت. ويخلي دي نوعها مثلا. فينش. ويغير الماتيريا اللي بزاعتها اوكي. اوكي. والحطة دي هو اللي هيشغل عليه. هو ده الفينيش بتاعه اللي هيحطها بشكل دوت. تمام? فهو عمل كده لير للفينيش. مستقلة. تمام? ويبدأ يديها بقى ماتيريال ويديها اللون ويديها كل اللي هو عايزه. وده ده ده ماكوش اي مشكلة خلص. هتباك بس المشكلة اللي هو ان الباب. الباب يعني تعالي نشوفه في سري دي عشان تفهم قصد. انه هو عمل فتحينا بس مش قادر يعمل فتحينا. ليه؟ ان ده غير ده. تمام? الباب عمل عمل مشاف من ناحية بس الناحية التانية هتلاقي حيطة. سدين. تمام? طيب نعمل ايه في حاجة زي كده? احنا عايزين نشغل بالطراء ديت. عجبانا الطراء دي وعايزين نشغل به. مافيش مشكلة. تمام? طيب. خلينا اقول لك ايه ان الحيطة الرفياء خالص ديت. عمل لها جوين مع الوال. او عمل لها ان هما الاثنين هيدخلوا مع بعض. فستخدم امر جوين. ده مع ده. هو منطقيا ان الاثنين ما يفهش تعملهم جوين. لان هما لديمش تطقائل مع بعض. بس حتى لو هما الاثنين متوازيين. شايف هو عمل لك الفتح هنا. نعمل كنترول زيت. او. حتى لو الاثنين بينهم مسافة مسلا خمس سنتي. هو بيقبل موضوع ان هو يعمل جوين. الاثنين متوازيين وبينهم مسافة. يعني خلينا ندي مسافة بين ده ده. عشان نعمل نوع من انواع التحدي. تمام? الفنش اللي برا دوت اهو. خليه يخرج برا شوية. ونرجع بقى لسري دي. اهو. في مسافة بينهم. لو ركزت هتلاقي في مسافة بين ده ده. هقول له جوين. بين ده. والحاجة التانية المعاملة موازلية. تمام? اعمال اللي الاثنينج اهو. وشغل خلص. يعني الطريقة دي صح. والطريقة اللي احنا قلناها صح. هنرجع بالوقتي للبادروم. طبعا نكمل رسم الحوايط ديت. تمام سليك مسلا على الحطة ديت. وركي لك. هتقول له كريت سيميلر. تختار اللي هو البيكلاين. وتتأكد ان هاي الارضي بكل حاجة مضبوطة. ها. ممكن تحب بمسلا دي تكون حطة خرصانية. فسهل جدا ان انت. تبقى تديها. ممكن تحب بمسلا ديت. طبعا هنا هيبقى فيه اسانسير. فلازم نقفل لحتة ديت. طيب دلوقتي تبقى هاقول له ايه? هاقول له انا عايزة الحطة دي تكمل لحد هنا وتكمل لحد هنا. وهذه الاتنين دول اللي يتقابلهم مع بعض. فهاجي هنا هقول له اعمل لي جوين بين دي. ودي. تمام. ممكن اقول له دي. ودي. وبعد كده هقول له انا عايز اعمل تريم اكستيند. اعايز ده يكمل لحد ده. وده يكمل لحد ده. ده تقريبا ان انت شافت ده موجود في الدور اللي فوق. وده برد شكل موجود في الدور اللي فوق. طبعا انا ما عنديش هنا حاجة توضح لي. الحطة دي نوحة ايه والحطة دي نوحة ايه والحطة دي نوحة ايه. فممكن ارسمها الحطة عدية وبعد كده انا اجد المعلومة اعملها. هقول له هنا كريت سيميلر. ممكن تبدأ ترسم بالشكل دوت. او زي ما بقولك. انا بفضل ان انا اعملها اوتوماتيك بالشكل دوت. ممكن تعمل سيليكتر على ديت. وتقول له وصلها لحد هنا. وده هتقول له تيقار. ومن هنا لهنا. وتبدأ بقى تحط الباب لو انت حافي. ممكن تخفي بعض الحاجات. يعني لو انت شاهد مثلا ايه. ان خلاص الجريد مبقاش لي لازم عندي. ممكن تخفي الخطوط بتاعت الجريد مثلا. تمام اخفيها ازاي. هتجي تعمل سيليكتر على الوتوكات بشيك. فتقول له انا عايز امسك هنا. وتبدأ تقول له مثلا انا عايز اعمل اخفي مثلا الخطوط ديت. تمام. دي مكتوب عليها. ممكن تقول مثلا انا عايز اخفي الخطوط بتاعت الجريد. هنا مثلا. وكذا انت بدأ تشوف ايه الحاجة اللي انت باش محتاجها. وتخفيها. تمام. دلوقتي بدأ تدور على الحوايط. هنا. في الناس بتعمل الحوايط الخارجية الوحديها. وبعدها تعمل الحوايط الداخلية. ما فيش مشكلة. في الناس بتعمل الحوايط لاخر العمارة. لو هي الحوايط الخارجية يعني ما فيش مشكلة. ده صح وده صح. اقوم بتعمل الحوايط الداخل. اقوم بتعمل الحوايط الداخل. حطة دي بشاشرين. الحطة دي تلاتين. فتيجي هنا وتبدأ تشوف الحيطة اللي هي 30 وزي ما شوفنا في الاعمدة انت ممكن تدخل تقول له edit وتعدل فيها لحد ما توصل للحاجة اللي انت عايزة خلي بقى احنا ممكن لما نبدأ نعمل succession نلاقي ان في بلان اترسم في الوتكات غلط او اترسم في الستكشن غلط فنبدأ ندرسه وده حصل كتير عملت انا محاضرة عن الموضوع ده وتلقي الأخطاء اللي بتظهر لما بنحط اللوح كلها على بعض ساعت فيه نكتشف ان فيه حاجة مش منطقي فلما نكشفها دلوقتي احسن نكشفها اسنا ما احنا شغالين ونبقاش عارفين نعمل عن الصح لان خلاص حلتها في الوقت اللي انها دي فيه والان انا مش مستعجل فيه مش فيه صنعية ووقفة في الموقع وقالت احنا مقدارينها ولازم نخلص لان ده انا بحلها على الكمبيوتر فبيكون احسن بكتير زي ده ان انت ممكن تخفي كل الليرات وتسيب الولي يعني ممكن تقول له VV وتروح داخل على الامبورد كاتوجوري وتختار الحاجة الخاصة بالدور دوت وتدوس عليها مثلا تعالى اختار مثلا فين ده البدروم اهو هتدوس على علامة دي تشوف كل الليرات تقدر تخفي كل الليرات وتسيب بس اللير اللي انت عايزة يعني اخفي كده كل الليرات ونشوف مثلا اللير اللي اسمها وال تمام؟ ده عايزة بالمثال فاخفاء لكل حاجات ما عادة الليرات اللي اسمها وال تسيب انه مثلا فيه حيثة هنا نقصة تمام؟ ده مثال مثلا على طريق اخفاء في الليرات طيب انا هامل سيلكت على ديت وقل له في الريد ساملر بالشكل دوت اللي حطة ديت عملت انا ممكن اجيب بلوبكة جاهزة للسنصير وحطها فانا بحب اخلي السنصيرات والسلالم والحاجات ديت خالص تمام؟ خلينا نخلص بس الحوايط انت خلصت الحوايط ديت ممكن تعمل سيلكت كله وتروح اقل له اطلع على كوبي وبست وتقول له اطلع على الدور الارضي تمام؟ انا شايف ان الدور الارضي تقريبا فيه اختلاف كبير هي بس الحوايط الخارجية المشارقة فانا ما عندش مشكلة هابدأ اشتغل على الحوايط بتاعت الدور الارضي طيب قبل ما اشتغل خلينا نشوف حاجة كده سريعة طيب الخطوط ديت ايه ممكن اقول له كويري واروح اقل له ايه الخطوط اللي برا دي انها مش هايزة ساعة اتخفف شوي اللير اللي ما تلاقي بش بيدفلك معلومة اخفيه طيب خلينا نخش كده في وول وعندي الول باي فيسيز تمام؟ دي عبارة عن ايه لوانت رسم كتلة ماس بتقدر تخلي الجوانب بتبقى تحط لها الحوايط على الجوانب تمام؟ هنخش لها في محاضرة خلينا نقول له ونشوف الحوايط الموجودة بل هي عندي ثلاثة انواع السيئة البيزيك وول الحوايط الرئاسية الكيرتين وول هنشتغل عليها دلوقتي و الكيرتين وول هقول له انا عايز ارسم كيرتين وول 1 طيب تعال نرسمها ايه عبارة عن حيط زجاجي تعال نعمل سيلكت واقول له انا عايز اشوفها في السري دي طيب هي حيطة زجاجية تمام؟ مافيش اي حاجة خالص فيها هي حيطة زجاجية طيب لو انا عايز اقسمها احط مثلا فيها قطاع الامونيوم باقطاعها مثلا بالنص هتجي هنا تقول له مثلا كيرتينججرد ده مجرد خطوط بتسهل علي التأسيم تقدر تعمل رأسي وقفكي دي بتاخدها من اولها الاخيرها فانت ممكن تقول له وان فيعملها في النص ممكن تعمل واحد تانية هنا طيب ممكن بعد ذلك هتقول له انا عايز بقى ادخل في ان انا اعمل المالينة متاعتها احي فهو بيضيف لك قطاع من زي كضاء الامونيوم او اي قطاع بشكل دوت اه نقدر اتحكم في شكله بل انت تدخل الادة طيب ويتحدد البروفايل شكل البروفايل اللي انت عايز فيه كذا بروفايل موجود ممكن تختلف مثلا دوت نعم اختلف اه البروفايل عبارة عن ايه عن حاجة تودي برسمها او ابدأ اديله المسار اللي يمش فيها فهو بيبدأ اعملها بشكل دوت طيب انا مش عايز ابدأ اعمل حاجات كده وممكن ما تبقاش قد واعدة والحاجات دي كلها حس انها تبقى بشكل دقيقة طيب اعمل ايه بقى اعمل سلكت كده وادخل في اليدت طيب وقول له انا عايز البروفايل تتقسم مثلا ممكن تقول له مسافات فكسد دستانس او فكسد نمبر فكسد نمبر يعني هتدير رقم معين تمام خلينا نقول له فكسد نمبر طب اكتب رقم فين بس اوكي واكتب رقم هنا خليها مثلا ثلاثة يقسمهم لك هو بالشكل دوت فانت كده قسمتهم اه قد بعض تمام دي فكرة الكرتن وال لما نلاقي كرتن وال هنخش في التفاصيل فيها اكتر طيب خلينا نخش في الدرر الارضي ونتعرف على النوع تاني من الحوايت اللي هو الاستاك دول يعني استاك دول يعني انا عند الحيطة بش حيطة واحدة لا لان عند الحيطة بتقعد مثلا متر وبعد كده المتر اللي بعد كده تبقى شكل مختلف او ماتيريا مختلفة او 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 فانت كل كل حيطة منهم بتعملها فين بتعملها في البيزيك والد فهو بس بيجي هنا في الاستاك دول ويركبهم على بعض هقول له استاك دول بقول له ادت بقول له ادت بقول له ادت لاحظ ينفيش اي معلومة خالص غير بقول له انا عايز ابدأ اعمل نوع تاني من الحواسط فبيقول لي انسرت بقول له الحيطة الفوق والحيطة اللي تحت حيطة اللي فوق انا عايز مثلا تبقى النوع دوت بالشكل ده او عايزها بالشكل دوت ي استبدأ ابدأ ادت يمكنك تغير من الهيطة مثل ماcultural يمكن ان تغيير من الهيطة وتدفتها تحكم في كل واحدة بالحيطة فيتفاعة كل حيطة مجب gave ويكملها من هنا سامبل هاي سامبل هاي مكتوب 9000 ومتر خليه 10000 ثلاثة 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 يبقى الفاريبل هيبقى متر فده بيحطي الحوايق ومنفح تيجي هنا تقول له انا عايزها مثلا بالشكل انا عايز دي مثلا تبقى 300 300 مش شكل دوت فيعمل لك الحيطة كما ترى فلما تجي ترسم حيطة انت مجرد بس ترسم خط بيقولك فيه مشكلة ان الارتفاع اللي انت فرضه اقل من اللي موجود طيب خليه نرسم الحيطة تاني وهقول له دي مثلا لحاد المرحل ما عطرتش المراضي هعمل ليه هعمل تلاتة متر تلاتة متر زي ما هو يخط في الرقم وهتخلي واحدة فيه تبقى اكتر من الترة متر خلينا نخش على سري دي نشوفها هاي تلاتة متر تلاتة متر تلاتة متر والباقي بيحطهم في اللير اللي تحت وانت ممكن تخلي البيت تحط في اللير اللي فوق او في اللي تحت زي متعيس فده من الحقيقة اللي بسهل عليها ونس كتير بتسأل انا عايز اعمل حيطة معينة وكون السماكات مختلفة فده اسهل طريقة طيب انت ممكن تاخد نفس الحوايط اللي تحت والطلاح فوق بس انا شايف انها بش مستهلة يعني بسيطة انت بسيطة انت بسيطة تشوف هل الموضوع هيبقى اسهل ولا اسعب بالنسبة لك حوايطها هيبت طيب لو انا عايز اكد اللير دي حيطة اللي مش حيطة تعمل select وتخش على query وتدوس هنا هيقول لك دي محطوطة على layer اسمها A detail طيب هنا دي الحيطة ديت نتأكد دوس query ودوس هنا هيقول لك ان دي محطوطة على layer بتاعت ال wall تمام وفي هنا شباك طيب خلص خلص خلينا نشوف الحيطة دي ادي دي الحيطة دي 30 والحيطة دي اكد 20 طيب هول الول وهبدأ اختار حيطة exterior 30 ولكم مثلا ديت تمام وهو اختار الادا ديت هنا هوا بعملها من الولد center انا عايزها مثلا من الاكستريور اهوت هعملنا layer ديت اهه اه هو اتعبطت على الخط بتاعة grid هادا ديت طيب اقول له وقول له اهه مثلا هنا ودي شكلها 20 هاختار الى 20 دي الوقت اخلص خلص خلصها 30 اهوت دي تكمل لحد العمود اللي هنا وتكمل لحد الحيطة اللي هنا هنا في هنا باب الحيطة دي بشطحها بعد كده من وكده طيب خلينا نرسم الحيطة الى 20 والول والول ودي 30 طيب خلينا ناخد الحيطة الى 20 هنا هنا في حيطة مختلفة شوية هنبدأ نشوف الماسف لحكام طبعا دي بتبقى هنا في حيطة وفي فتحة opening تمام طيب خلينا نقول له مثلا نكمل الحيطة دي من هنا هنا فاك نودي فاي اخذ الحيطة دي بالشكل دوت طيب دي كام 10 هلأ انا لدي حيطة 10 ماشي ماشي المترجم اسم ماشي ماشي نحن ماشي فبفترض وبعمل الانواع الحوايت واسماءهم وكل الحاجات دي وانا اشغال بس هنا انا مش عندي المعلومات دي طيب تعالنا نقفل كده تمام وعايز مثلا الحيطة ديت ممكن تخدها copy تمام ممكن تقول له copy من هنا لهنا او تقول له create similar طيب عايزين نعمل opening هنا ممكن تقول له all opening هيت وتحدد الحيطة تقول له مثلا من هنا الهنا ايه الopen انجيت دار تتحكم فيها في المقابل بتاعها زي ما انت عايز فممكن تجي هنا وتكتب مثلا تشوف انت مترا مثلا هيت وتبدأ تزحها من خلال المواصم مثلا او من خلال المقابل دي ممكن من خلال المقابل دي تحركها بالشكل دوت من هنا الهنا فتبقى عملت مكان لي الفتحة تمام وبعد ذلك هو automatic بيعمل غرف يعني بيعمل دي غرفة و دي غرفة و دي غرفة اي مكان مغلق بالحوايط بيعتبر غرفة طيب ده هنا هوت ندفع احفاظ ان على الوقتك اول ما تلاقي الكلام بكرر ماشي الفيديو لان في بعض الحاجات بتبقى خلص التكرار تمام انا حاول برضو تصير على الفيديو في الحادث التي حاس انها تكرار بدون اي تفكير خلص ممكن تعمل حاجة خاصة للمطبخ و الحمامات طيب لو انت مش عارف ايه ديت بتعمل select عليها query وتبدأ تشوف اسم layer d a glasses يعني ده يبقى مثلا زي البجهة ازيد مثلا حاجة زي كده ده المانور هوت فده غالبا ده حيطة وفيه هنا شباكين ده شباك وده شباك تمام ببداية نتعمل حيطة عادية وبعد ذلك نشوف موضوع الشباك بعدين دي اي ده 100 اول المية ايه 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 اطل跟大家 اسم ايه ايه وا اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة